للمزيد ينضم إلينا مرسل العربي أحمد الدراوشة من تل أبيب نتابع معك أحمد آخر وأبرز المواقف الإسرائيلية بشأن الأدوان المستمر على قطع غزة وأيضا فيما يتعلق بصفقة الأسرى المتعثرة إلى حد هذه اللحظة جمال أبدأ بهذا الخبر العاجل وهو إعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد عناصره اليوم في عملية إطلاق نار في حاجز الأنفاق الواقع بين القدس وبين مدينة بيت لحم هذه العملية وقعت عند الساعة التاسعة صباحا أصيب سبعة جنود إسرائيليين والآن يعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد عناصره وهو عنصر في الشرطة العسكرية بحسب بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هذا يرفع عدد قتل الجيش الإسرائيلي منذ بداية الاجتياح البر لقطاع غزة إلى 52 منهم في قطاع غزة بالعودة إلى قطاع غزة وبالبقاء في قطاع غزة دائما جمال يبدو أن إسرائيل خلال الفترة المقبلة ستنتقل إلى مرحلة جديدة من هذه الحرب بحسب ما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يوأف جلانت الذي يقول أن إسرائيل أكملت تمشيط المنطقة الواقعة إلى الغرب من مدينة غزة وستنتقل قريبا إلى المرحلة المقبلة وهي الانتقال نحو تمشيط ولحو اجتياح المنطقة الشرقية لمدينة غزة لم يحدد موعدا لبدء هذه الاجتياح لكن من الواضح أن إسرائيل موجودة في مأزق جولة على الصحف الدولية الواشنطن بوست وغيرها من الصحف أيضا الصحف الأوروبية تشير إلى أن العالم يترقب الدلائل التي تتحدث عنها إسرائيل منذ 15 عاما عن أن تحت مشفى الشفاء مقر قيادة لحركة حماس حتى الآن إسرائيل أثارت ليس فقط إحباط الإسرائيليين إنما إحباط حلفائها الغربيين تحديدا الولايات المتحدة والدول الأوروبية عندما لم تقدم أي إثبات إلى ما كانت تتحدث عنه منذ سنوات لكن أيضا منذ بدء هذه الحرب حتى الآن لا دلائل على وجود أسراء إسرائيليين داخل مشفى الشفاء لا دلائل على وجود كيادات حماس داخل مشفى الشفاء ولا دلائل حتى الآن على وجود شبكة الأنفاق الضخمة التي كانت تتحدث عنها إسرائيل تحت المشفى إسرائيل لم تكن تتحدث فقط عن شبكة أنفاق إنما عن منظومة أنفاق كاملة تلتقي تحت مشفى الشفاء لا دليل على ذلك هذا بدأ يسبب إحراجا للدول الغربية الواشنطن بوست تنقل على المسؤول الأوروبي قوله إن دول الأوروبية والولايات المتحدة بدأت تضغط على إسرائيل من أجل الذهاب نحو تعليق لعملياتها في قطاع غزة لأسباب إنسانية بعدما فشلت في إثبات ما كانت تروج له تحت مشفى الشفاء حتى الآن ورغم هذا الفشل ورغم الثمن الباهض وهو رفض الاحتلال الإسرائيلي تزويد المشفى بالوقود وعمليات التهجير الواسعة في محيطه ما أدى إلى استشهاد عدد من المرضى الفلسطينيين والأطفال الخدج ومع ذلك رغم هذا الثمن الباهض لاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يطلبون إسرائيل ليس علنا سرا بتعليق عملياتها في قطاع غزة وليس بوقف هذه الحرب المأزكة الآخر الذي يتعلق بمشفى الشفاء هو انعكاسه مباشرة على صفقة تبادل الأسرع إسرائيل كانت تأمل خلال الفضر الماضية من خلال مماطلتها في صفقة تبادل الأسرع أنها ستصل في لحظة ما إلى مشفى الشفاء وعندما تصل إلى ذلك المشفى ستكون بتحرير الأسرع الإسرائيليين الموجدين هناك بمعنى أنها لا داعي أن تدفع ثمنا سياسيا أو ثمنا عموما في مقابل صفقة تبادل الأسرع هذا لم يحدث الآن هناك تقديرات أن إسرائيل ربما قد تعاود الذهاب باتجاه صفقة تبادل الأسرع على إثر فشلها الكبير في تحديد مواقع الأسرع الإسرائيليين في قطاع غزة الليلة اجتماع للكابنت المصغر مجلس الحرب يوم الاثنين المقبل اجتماع للكابنت الأمني والسياسي الموسع للبحث حول صفقة تبادل الأسرع بحسب ما تقول وسائل إعلام إسرائيلية بالأمس